لما مننظر ليسوع المسيح ومنقرأ كلمة الله منشوف آيات اللي بتتكلم عن لهوته وآيات تتكلم عن ناسوته إزاي انوازن كيف انوازن النظرة طبعاً للمسيح من جهتين من جهة اللهوت ومن جهة الناسوت أول حاجة زي ما حضرتك تفضلت أول نقطة وإحنا بنتكلم عن المسيح زي ما حضرتك تفضلت أن احنا بنتكلم عنه من جهتين من جهة أولهيته ومن جهة إنسانيته والكتاب المؤدس عهد قديم وعهد جديد تتكلم في الموضوع هذا أصفار لعهد القديم اتكلمت أصفار لعهد الجديد اتكلمت أتعجب من أربعين كاتب كتبوا هذا الكتاب العظيم ما قعدوش مع بعض أغلبيتهم لم يتقابل معاً وكتبوا في نفس اتجاه عن المسيح في أولهيته وإنسانيته أنا عايزة أذكر بعض الأجزاء في الكتاب أنه ينظر إلى المسيح من جهتين وأنا سبقت وتكلمت في النقطة دي وأحب أقول هذا المثال مرة تاني لما أقول عن المسيح هو الله الإنسان في ناس بيقولوا لا يا الله يا إنسان مش معقولة يكون الله الإنسان فدائماً بقول لهم مثال أنا أب وابن بتقدرش تقول لي يا أب يا ابن في الحقيقة أنا أب وابن فمن جهة علاقتي ببابا أنا ابن من جهة علاقتي بابني أنا أب فعشان كده لما تنظر علي باعتباري أب وابن أنت بتبص علي من جهتين مش من جهة وقتاً